بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الرابع صرف وتوزيع الأدواء للمرضى المقيمين بالمستشفى أولا طبيعة وأهمية صرف وتوزيع الأدواء بالمستشفى أهم أهداف العمل في صدرات المستشفى هو صرف الدواء المناسب للمريد المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب طيب ولما نيجي نحقق هذا الهدف بتطلب إنشاء نظام متكامل بيتفاعل مع مجموعة من الأنشطة الفرعية مع ضرورة التنصيق بينهم طبعا طب بتطلب برضك تصنيم نظام ملائم للصرف وتوزيع الأدوية ودراسة دقيقة جدا لكافة الأنشطة التي تتم داخل المستشفى مع الأخذ في الاعتبار كل العوامل التي من شأنها أن تؤثر على كفاءة وفعلة هذا النظام بتضامن نظام توزيع الدواء العديد من المراحل بتبدأ من إيه؟ من مرحلة شراء الدواء وبتنتهي بإعطاء الدواء للمريد طب وتوزيع الدواء دوت يجب أن يشمل كل المناطق التي تدول فيها الدواء الأجنحة العلاجية العمليات الأشعة الإسعافة الطوارئ طب النظام المستخدمة في توزيع الدواء فيه النظام التقليدي وفيه النظام الجرعة الوحدة طب إيه النظام التقليدي؟ النظام التقليدي المستخدمة في توزيع الدواء أول حاجة نظام حفظ وتخزين الأدوية في الأقسام العلاجية هيتم تخزين العديد من الأصناف الأدوية في كل الأقسام العلاجية بالمستشفى طيب وهيتم إعداد قائمة بالأدوية التي يتم استخدامها بصفة أساسية ومستمرة على طول في كل قسم وبيخاص مكان للاحتفاظ بي بالقرب من واحدة التمريد بحيث على طول لو المريض يحتاج أي حاجة من العلاج التمريد على طول بتروح وبتجيب العلاج وبسرعة طبعاً بيكون الحاجات دي كلها قريبة منها وبتستبع طبعاً منها بقى الأدوية المخدرة التي يتم استخدامها حسب الطلب برشدة خاصة من الطبيب المعالج طب إيه المزايا النظام التقليدي دوت سرعة تلبية احتياجات الأطباء والتمريد على طول المريض لو تعب التمريد طبعاً بناء على الرشدة من الدكتور بتروح التمريد على طول بتجيب العلاج بتقليل الحاجة لإصدار الوصفات الطبية تقليل عدد العاملين وتقليل تكلفة نقل الدواء وتقليل المرتجعات إلى الصيدلية إيه بقى هو العيوب؟ غيابة دور الرقابي للصيدلي في مراجعة الوصفات الدوائية من الطبيب المعالج لازم الطبيب المعالج لازم يتابع الصيدلية بعد ما يخلص الوصفة اللي هو قال له عليها الطبيب المعالج طيب احتمال حدوث أخطاء أثناء أثر في العلاج ارتفاع تكلفة تخزين الأدوية وسوء الاستخدام محدودية مكان تخزين الأدوية تعوق تطبيق شروط التخزين الصحيحة التي قد يترتب عليها تعريض طبعاً استلامة المريض هنا المريض عندنا بيتعرض لسلامة المرضى للخطر طبعاً نتيجة وكود أدوية تلفة أو منتجات الصلاحية طبعاً الموضوع ده طبعاً بيعرض المريض للخطر وبيستهل جزء من وقت هيئة التامريد في أهلات وتحضير الأدوية والجرعات يبقى دية العيوب نزوم صرف الأدوية وفقاً للوصفة الطبية للمريض بيتم صرف الأدوية للمريض طبقاً للوصفة الطبية لكل مريض والتي حددها الطبيب المعالج حيث يحدد فيها اسم الدواء والجرعة وطريق الاستخدام طب المزايا ايه هي؟ هنا الكيام الصيدلي بمراجعة الوصفة الطبية واعطاء التمريض تعليمات عن بعض الأدوية وطرق اعطاءها للمريض بيبقى ازاي؟ وصولة تحديد التكلفة التي تخص كل مريض هنا برضك بتحديد مسؤولية الخطأ الطب إذا حدث تقليل الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها طعم التمريض حيث يكون اسم المريض على نوع الدواء ويناسب المتشفيات الصغيرة والمتشفيات الخاصة هنا العيوب زيادة احتمال حدوث الأخطاء بسبب عدم تدوين الجرعات الدوائية لازم ندوين الجرعات الدوائية وجود عبوات كثيرة تخص العديد من المرضى مما يدد من احتمال وجوع أخطاء وخاصة إذا لم يكتب اسم المريض والجرعات على كل عبوة الدواء زيادة تكلفة النتكة عن زيادة معدلات فقد وتلف الأدوية الجامع بين نظام تخزين الأدوية وبالأقسام وصرف الأدوية وفقا للوصفة الطبية هنا الجامع ما بين النظامين السابقين من أقصر نظام شيوعا واتباعا في توزيع الدواء بالمتشفيات حيث يتم توزيع الدواء بناء على الوصفة الطبية الخاصة بكل مريض على حدة على أن يتم تخزين بعض الأدوية المستخدمة في كل قسم باستمرار كالمسكنات وخافض الحرارة وغير من الأدوية المزايا كل مزايا النظامين السابقين الدقة في إعطاء الجرعات الدوائية بيتحاشى عيوب الأنظمة السابقة ثانيا نظام الجرع الوحدة في توزيع الأدوية هو نظام متبع في صرف وتوزيع الأدوية بدلا من أنظمة تقليدية وتطبيقه العديد من المؤسسات والمستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية للمرضى المكمن بها وفقا لهذا النظام يتم طلب وتحضير ونقل الأدوية في شكل جرعات فردية يأخذها المريض وفقا للوصفة الطبية مرة وتوجد بعض المبادئ العامة التي يجب التزام بها عند تطبيق هذا النظام تتمثل في الآتي أن تكون الأدوية معبئة في عبوة الوحدة المفردة أو عبوات الجرع الوحدة ويتم إعطاء المريض بهذا الشكل ويتم إعداد صرف الأدوية بشكل قبل الاستخدام الفوري من قبل المريض والحد الأقصى للصرف وفقا لهذا النظام هو ما يغفل المريض من جرعات دوائية المدد لا تزيد عن 24 ساعة دورية احتفاظ صيدرية المستشفى بملف خاص بكل مريض ويسمى الملفت ويجب أن تحقق العبوة الدوائية في نظام الجرع الوحدة الشروط الأربعة التالية تعريف محتويها بدقاء الاسم العلمي التركيز التركيز التعبئة رقم التشغيل مراحلات هم حماية المحتوى الدوائي للعبوة من التأثيرات الخارجية الدركة الدق وغيرها حماية المحتوى الدوائي للعبوة من الدرر الناتج عن التداول كالكسر أو التلوث إمكانية إخراج محتوى بسهولة وسرعة وأمان هنا أشكال نظام الجرع الوحدة في توزيع الدواء عبوة الوحدة المفردة هي عبوة تحتوي على جرع منفردة من أي شكل صيدلي مثل كرس واحد أو كبسولة واحدة أو 50 ميلي جرام هنا في عبوة الجرع الوحدة وهي عبوة تحتوي على كمية الموصوفة من الدواء على شكل جرع وحدة قابلة لاستعمال الفوري مثل كبر المريض بالطريقة والتوقيت الذي يصفه الطبيب المعالج مثل وصف الطبيب 500 ميلي جرام من الدواء معين يمكن أن تحتوي على عبوة الجرع عبوة الجرع على كبسولة واحدة 500 ميلي جرام أو كبسولة 250 ميلي جرام مزايا وصعوبات نظام الجرع الوحدة المزايا تفعيل دور الصيدلي الاستخدام الفعال لهاية التمريض خفض حجم المغزون من الأدوية تقليل فرص حدوث الأقطاء الدوائية في المستشفيات والصعوبات لارتفاع تكريفة الأولية مدى تقبل العاملين في نظام الرعاية الصحية للنظام مدى التعاون بين الهيئة الطبية والصيدلية هندي إن شاء الله مثال كيفية اتخاذ قرار بعمل تركيبات بصيدلية المستشفى أو توفير من مصدر خارجي هنا مثال بفرض إن مدير إحدى الصيدليات يفاضل بين القيام بعمل التركيبات الصيدلينية داخل صيدلية المستشفى أو طلبة من الخارج وتوفرة المعلومات الآتية براحة كده مع بعضينا تكلفة المادة الخامل المستخدمة 4 جنيه وتكلفة العمالة جنيه يستلزم عمل التركيبات شراء الجهاز متخصص بتكلفة 25 ألف جنيه البديل الآخر أمامه الاعتماد على أحد المصادر الخارجية وسوف تتحمل الصيدلية 10 جنيه مقابل أي تركيبة المطلوب إذا كان عدد تركيبات المتوقع سنويا 4 ألف تركيبة فما هو القرر الأمثل؟ متى يتساوى لدى مدير الصيدلية القيام بعمل التركيبات داخل الصيدلية أو توفيرها من مصدر خارجي متى يعد توفير التركيبات من مصادر خارجي أفضل للصيدلية ومتى يعد أعدادها داخل الصيدلية أفضل الإجابة إذا كانت عدد تركيبات 4 ألف تركيبة سنويا فما القرار الأمثل يتم بالخطوات الآتية تكلفة التوريد الخارجي لعدد 4 ألف تركيبة بيساوي عدد تركيبات في تكلفة التركيبة عدد تركيبات 4 ألف تركيبة 10 بيساوي 40 ألف جنيه طيب تكلفة إعداد التركيبات داخل الصيدلية بيساوي عدد تركيبات اللي هي 4 ألف في تكلفة المواد والعمالة اللي هي 5 زائد 25 ألف اللي هي تكلفة شراء الآلة بيساوي 45 ألف جنيه هنا القرار الأفضل هو شراء التركيبات من مصدر خارجي لأن تكلفها أقل طيب هنا رقم 2 متى يتساوي لدى مجرد الصيدلية القيام بعمل التركيبات أو توفيرها من الخارج عندما تتساوي تكلفة التوريد من الخارج مع تكلفة إعدادها داخل الصيدلية كما يلي عدد التركيبات في تكلفة توريد التركيبة بيساوي عدد التركيبات في تكلفة المواد والعمالة زائد تكلفة شراء الآلة عدد التركيبات بنرمز لها بسين في تكلفة توريد التركيبة في عشرة بيساوي سين في 5 اللي هي تكلفة المواد والعمالة زائد 25 ألف اللي هي تكلفة شراء الآلة 10 سين بتساوي 50 زائد 25 ألف 10 سين نقص 50 بتساوي 25 ألف 50 بتساوي 25 ألف يبقى سين عديد التركيبات بتساوي 25 ألف على 5 بتساوي 5000 تركيبة هنا إذن يتساوى لدى مجر الصيدلية عمل التركيبات في الصيدلية أو شرائها من مصدر خارجي إذا كان عديد التركيبات 5000 تركيبة سنويا هنا إعداد التركيبات من مصدر خارجي أفضل أو تركيبها داخل الصيدلية أفضل لتحديد ذلك يتم عمل الشكل التالي إلا إذا يجمع بين تكلفة الاعتمد عن مصدر خارجي والقيام بعملها في الصيدلية كما يلي يمثل المحور الأفقي عديد التركيبات ويمثل المحور الرئيسي التكاليف ويتم رسم منحنة توريد الخارجي من نقطة الصفر ويتم رسم المحور الذي يمثل الأعداد داخل الصيدلية من نقطة تكلفة 25 ألف تمني الجهاز وتمثل نقطة التلاقي المنحنيين نقطة تعادل أو تساوي البديلين وهي عند 5000 تركيبة من الشكل يتضح أنه من الأفضل لمدير الصيدلية أن يعتمد على المصدر الخارجي في إعداد والحصول على التركيبات إذا كان عديد تركيبات المتوقع 5000 تركيبة سنويا أما إذا كان عديد تركيبات المتوقع أكثر من 5000 تركيبة فإنه من الأفضل في هذه الحالة القيام بإعداد تلك التركيبات بصيدلية المستشفى وبالتالي إذا قالت عن 5000 تركيبة يتم شرقها من الخارج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته